في وقت أدانت فيه فصائل فلسطينية ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية من اعتقال مقاومين مطاردين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت الاحتجاجات الواسعة في مدينة نابلوس وسط الضفة الغربية ضد قوات الأمن الفلسطينية ورشق المحتجون قوات الأمن الفلسطينية بالحجارة فيما سمع صوت إطلاق نار في عدة مواقع في المدينة وتم نقل إصابة خطيرة إلى مستشفى العربي نتيجة لاشتباكات متواصلة في مدينة نابلوس ورغم مزاعم السلطة بأن عملية الاعتقال جاءت بطلب من العائلة لحماية اشتية من الاختيال على يد الإسرائيليين إلا أن والداء اشتية كذب تصريحة السلطة مطالبا بالإفراج عن ابنه لمناقشة المشهد الفلسطيني بكل أبعاده أرحب بضيفي هنا في الستيديو السيد محمد أمين الكاتب والإعلام الفلسطيني أهلا بك سيد محمد معنا بداية كيف تابعت هذا المشهد وحالة التصعيد في نابلس جراء اعتقال السلطة لمطلوبين للاحتلال الإسرائيليين شكرا سوسان طبعا دعيني يبدأ من نفي والد الأسير لما جاء على لسان السلطة السلطة كذبت وقالت أنها اعتقلته من أجل أن تحميه من الاغتيال وهذا كلام كذب وغير صحيح وسجل فيديو والد الأسير المحرر أو الأسير وقال أنه هذا كلام غير صحيح وأنه تم اعتقاله على إحدى الحواجز عبر وضع كمين بمعنى أن السلطة اليوم تقول لأبناء الشعب الفلسطينية تريد أن تعتقلهم لتحميه من إسرائيل بينما الحقيقة والرواية الصحيحة أنها تقوم بالتنسيق مع إسرائيل لإعتقال المقاومين وتسليمهم إلى حكومة الاحتلال بمعنى أن اليوم السلطة الفلسطينية باتت تقوم بدور الوسيط الأمني لتنفيذ واعتقال الأهداف التي تحددها إسرائيل بمعنى أن السلطة تشتغل كوكيل أمني وكجهاز أمن لإلقاء القبض على المقاومين الرقم اثنين أنه المشهد حقيقة سوسا وهذا إجابة على سؤالك مشهد بالغ البؤس اليوم عندما تنظري لتشاهد أن الاشتباكات تحصل ليس بين إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي وبين الفلسطينيين وإنما يعتلي سطوح قناصة فلسطينيين يتبعون لأجهزة الأمن الفلسطينية لإطلاق النار على الشعب الفلسطيني وقتل وجرح أكثر من ست أشخاص اليوم هذا معنى أن هذه السلطة لم تعود سلطة فلسطينية ووصلتها ليس لها علاقة بالقضية الفلسطينية وإنما هي أجهزة أمنية تقوم بتنفيذ أجندة دايتونية تابعة الإسرائيل لا يمكن لي اليوم وعندما نحن نتحدث حتى هذا محرج أمام العالم عندما تتكلم مع العرب تتكلم في الرأي العام الدولي أنك اليوم تجري اشتباكات بين أجهزة أمنية فلسطينية وبين الفلسطينيين الفلسطينيين لكلهم تحت الاحتلال وأولهم السلطة الفلسطينية تحت الاحتلال وتهيمن عليها إسرائيل تقوم هذه السلطة بدلا أن توجه أسلحتها للمحتل المحتل تقتل أبناء شعب تعقيبا على ذلك يعني السؤال المحير فعليا أمام هذا المشهد هو ما هو الثمن المغري الذي تحصل عليه السلطة الفلسطينية وهي تبدو فاقدة لشرعيتها تماما في أراضي الضفة الغربية هذا الغران جيد سوسن وتفسير العملية التي حصلت وإسرار السلطة على اعتقال هذا المقاوم أن السلطة تخشى من أن تفقد إسرائيل ثقتها بها بمعنى هناك في الإعلام العبري الإسرائيلي كلام وتقارير يومية عن عدم جدوى التنسيق مع السلطة وهناك كلام مستمر يحمل السلطة جزء من مسؤولية عدم اعتقال المقاومين وعدم اعتقال من ينفذون عمليات وهناك حديث عن عدم جدوى السلطة هذا تفهم ماذا منه؟ تفهم أن إسرائيل بشكل أو بآخر هي تمول السلطة الفلسطينية وتوجه جندة السلطة الفلسطينية وأن السلطة تشتغل لصالح إسرائيل فعندما تعلو هذه الأسوات في إسرائيل فإن السلطة الفلسطينية الأسف الشديد تخشى على أنه والله تصبح غير مفيدة لإسرائيل فتفكر إسرائيل بأن تتركها تواجه مصيرها فتقوم بهذه العملية من أجل كسب ثقة الإسرائيلي ومن أجل القول لإسرائيل أننا نقوم بواجباتنا الأمنية وأننا نجاهزون لتنفيذ رزمة المطالب الأمنية هذا هو السابر الرئيسي لهذا الاعتقال وهذا كله كما أشرت قبل قليل يطرح سؤال حول الأجندة اليوم عندما نتكلم عن تصحيح مسار المشروع الوطني الفلسطيني وهناك مصالحة تجري سوسا أو ستجري بعد أيام قليلة في الجزائر كيف يمكن أن تتصالح على أي برنامج على برنامج أن تحول من شعب يقاوم الاحتلال ومن شعب ينشد التحرر إلى شعب يقتل بعض وبعض لصالح الاحتلال اليوم الذي يجري هو كالتالي أن إسرائيل تطلب مجموعة من الأهداف تقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذ هذه المطالب لإسرائيل هذا ما معناه؟ هذا معناه أن السلطة بشكل أو بآخر أنا لا أهجم السلطة أقول عن الوظيفة اليوم التي تقوم بها السلطة وهذا الذي يدينها أنها تقوم بدور الوكيل الأمني بمعنى أنها أجهزة يعني مستعارة ومستأجرة من أجل تنفيذ الأهداف أو خدمة للأمن الإسرائيلي كيف سينعكس ذلك؟ يعني وأتيت على موضوع المصالحة على الاحتقان حقيقة بين القوى الفلسطينية يعني تحديداً بين حماس وبين السلطة المعتقى الخاصة يعني يحتال خصوصية معينة لأنه ينتمي لحماس بالضبط واليوم هذا الذي أقدمت عليه السلطة وحتى هذه اللحظة تجري اشتباكات في شوارع نابلس حيث خرج الناس يتظاهروا ويعبروا عن رفضهم لقيام أجهزة السلطة باعتقال المقاومين تسليهم لإسرائيل في الوقت لإسرائيل تتنكر لكل العقوق الشعب الفلسطيني هذا المشهد سيعكر أجواء الصفاء الوطني سيعكر أجواء المصالحة سيجعل الناس سواء الفصائل أو حتى الشعب الفلسطيني يطرح عدد من الأسئلة ويضع علامات استفهام حول جدوى المصالحة كيف يمكن أن تصالح على برنامج إلو علاقة بخدمة إسرائيل هذا من جانب من جانب تاني أن هناك بشكل أو بآخر ما تقوم به السلطة عبر هذه الممارسات هي بشكل أو بآخر يعطل جهود المصالحة ويجعل المزاج العام الشعبي رافض لها ودعيني أقول لك أنه اليوم أنت عندما تنظر إلى إسرائيل إسرائيل خلال الشهور الماضية لديها انقسام سياسي ولديها إشكالات ولديها تلاوم ولديها تبادل الاتهامات هناك أزمة في إسرائيل عنوانها كيف نوقف هذا البركان هذه الانتفاضة التي بدأت في الضفة الغربية حقيقة هناك ليس إرهاصات انتفاضة ولكن هناك غضب وانتفاضة بدأت على أرض الواقع وإسرائيل تخشى من أن تتدحرج هذه إلى انتفاضة شاملة في الضفة الغربية هل يبدو أن إسرائيل فعليا بدأت تفقد السيطرة الأمنية في الضفة الغربية؟ واضح تماما أن تنقرأ الإعلام العبري يوميا هناك تبادل الاتهامات بين اليمين واليمين المضطرف هناك تعليقات صحفية في الصحف الإسرائيلية فيها أرس في القناة 12 اتهامات لأعلى مستوى سياسي في إسرائيل بينها فقدت السيطرة وكلهم يتساءلون كيف يمكن إيقاف هذه الهجمات التي تأتي من الضفة الغربية ولذلك إسرائيل تضغط على السلطة الفلسطينية وتطالبها أن تقوم بدورها الأمني ولذلك نجد هذه الحملة المسعورة وهؤلاء الذين يعتلون الإسقف اليوم من الفلسطينيين لإطلاق النار على فلسطينيين هؤلاء هم عبارة عن أجهزة أمنية عميلة ومسعورة وليس لها علاقة لا بالقضية الفلسطينية ولا بالمسألة ولا علاقة بالشعب الفلسطيني لأنه لا يمكن أن الفلسطيني الجديد الذي هو تبع دايتوني يتحول إلى فلسطيني بهذه المستوى من الوضاعة والعمالة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية نحن اليوم ليس هناك أي شيء له علاقة بمصلحة الشعب الفلسطيني ما تقوم به السلطة له علاقة بمصلحةها الخاصة السلطة الآن مأزومة وأيضا دعيني أضرب لك أيضا مثال آخر سوسن خلال الشهور الماضية كان هناك للأمانة وهنا للأمانة العلمية خفض لمستوى التنسيق يعني السلطة الفلسطينية خفضت مستوى التنسيق مع إسرائيل وبسبب الإشكالات التي حصلت بين السلطة وبين إسرائيل ورفض تأمير الأموال ومن ثم الأزمة التي حصلت مع عباس في ألمانيا الآن عادت بطريقة أصبح هناك نوع من التوتر والتشنج فالسلطة الفلسطينية لساب أو لآخر للأمانة خفضت مستوى التنسيق فإسرائيل صار عندها فوبيا لأنه انطلقت العمليات من كافة الأشكال والهجمات على إسرائيل وحالة الغضب الفلسطيني فالآن إسرائيل عادت مرة أخرى لتضغط على السلطة لترفع مستوى التنسيق بمعنى أن التنسيق الأمني اللي أريد أن أقوله التنسيق الأمني هذه مصلحة إسرائيلية بحتة لا يوجد أي مصلحة للشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني اليوم لا يريد سلطة تأتي لتعتقل المقاومين لتقول لهم أنها تحميهم تريد أن تصوب تلك البنادق وإذا إحنا لنا السلطة الفلسطينية وأجهزتها واللي فيها ومناس من أبناء الشعب الفلسطيني إذا هناك لديهم رشاشات ولديهم قدرات عسكرية طيب خلينا ندافع عن أرضنا لماذا عندما تهجم إسرائيل ويدخل الجيش الإسرائيلي وعربد في رمالة وفي نابلس وفي طول كارم تختبئ هذه الأجهزة بينما اليوم تخرج خطعان هذه الأجهزة الأمنية لتطلق الرصاص على أبناء الشعب الفلسطيني هذا السؤال يعني نبغي الجواب يعني ألا يدخل أيضا سيد محمد أمين ضمن حسابات السلطة أن يتحول كل هذا الغضب الفلسطيني في الشارع الفلسطيني ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية هذا ليس في الحسابات؟ والآن يجري على الأرض اليوم الناس اللي خرجوا يتظاهروا في الشوارع خرجوا يتظاهروا ضد السلطة الفلسطينية ويفرغوا الغضب في السلطة الفلسطينية لأنها هي التي تقوم بالدور هذا بالنياب عن إسرائيل لكن لماذا السلطة تقوم بذلك؟ لأنه أنا سمع قلت لك السلطة هذه الآن تتحول إلى كيان وظيفي أنت موجود لتمارس الوظيفة الأمنية إذا فقط قدرتك على ممارس هذه الوظيفة فأنا يمكن أن أوقف تمويلي لك أو أني أنهي علاقتي معك وبالتالي السلطة الفلسطينية لا تستمد الشرعية سوسا من الشعب الفلسطيني السلطة الفلسطينية لا تستمد الشرعية من الشارع الفلسطيني ولو كان هذا صحيح كانت واكبة تطلعات الشارع الفلسطيني اللي كان عنده نفس علاقة بوقف التنسيق الأمني بوقف عربدة إسرائيل بتحويل أجهزة الأمنية لأجهزة في صالح الشعب الفلسطيني في عدم قيام مثل هذه العمليات الاعتقالات لكن السلطة هي عينها على إسرائيل وعلى أمريكا إذا إسرائيل راضية وأمريكا راضية فالسلطة بتكون والله مبسوطة لأن تعتقد أن شرعياتها تستمد من الخارج وليس من الداخل على عجالة سيد محمد أمين إن كانت إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي بحاجة للسلطة في منطقة الضفاء الغربية لماذا يجعلها على حفة الانهيار؟ يعني هو في نهاية لا يريد انهيار هذه السلطة بشكل كامل ولكن هي على حفة الانهيار فاقدة لأي نفوذ سياسي فاقدة لأي نفوذ اقتصادي ليتحكم فيها لأنه أنت عندما تريد أن توظفي طرف فتبقي على الرمق الأخير يعني بكبسة زر يمكن إسرائيل أنها تنهي هذه السلطة بكبسة زر يمكن تخليها شغالة وبالتالي هي توجه رسائل السلطة وتوجه مجموعة من الضغوطات من أجل أن تقول للسلطة الفلسطينية بأنه إذا لم تقوم بالوظيفة الأمنية وبمستوى أعلى مستوى من التنسيق الأمني فإنه إسرائيل ستقوم بالإضرار بك عبر بجوعة من الإجراءات منها موضوع التمويل منها موضوع وقف يعني الـ VIP كارد منها موضوع والله وقف الضرائب منها الآن السلطة الفلسطينية واليوم حقيقة يعني إحنا ننتظر أنه رئيس الشعب الفلسطيني القادم يعني على افتراض أنه يعني بعد رحيل محمود عباس حسين الشيخ إنجازاته الوطنية هو أكبر منسق أمني أكبر شخص بيشتغل في المخابرات وفي الأمن وتنهاره قاعد مع إسرائيل هذه هي سيرة ذاتية للرئيس المحتمل للشعب الفلسطيني للأسف وهذا التنسيق هو عاد بعد حقيقة اجتماعات كانت مؤخرا بين حسين الشيخ وأمنيين من إسرائيل شكرا جزيلا لك سيد محمد أمين الكاتب والإعلامي الفلسطيني على هذه المشاركة